انتعرف ان في القصة الاصلية سندريلا اخوات سندريلا قطعوا صواباحهم وقعوا برجليهم عشان بس يقدروا يلبسوا الحزاء وفي حاجات مرعبة اكتر حصلت احكيلك عليها بقى في القصة بتاعت النهاردة قبل ما نبدأ في القصة تعالى راجع بسرعة على الفيلم الاصلي اللي عملته ديزني وانقرنوا بقى بالقصة الحقيقية في الفيلم بتاعة ديزني المفترض سندريلا ابوها بعد ما مات سابها لمرات ابوها اللي كان بتعاملها معاملة قذرة كانت حرفيا بتخليها تخسل وتطبخ وتعمل كل حاجة في البيت كأنها خدامة وكان عندها اختين منظرهم يارف وكانوا برضو بيعاملوها معاملة سيئة جدا وطول الفيلم كنا بتشوف ان سندريلا هدومها وتوسخها وقذرة بسبب المعاملة اللي هي بتاخدها وسندريلا مكانش عندها اي اصحاب خالص او حد كان بيحبها معاد الفران والطيور اللي هم كانت متصاحبة عليهم في الفيلم وفضلت الامور ماشية عن من والدوت لحد ما جاء اليوم اللي قرر الملك ان هو هيعمل في حفلة الجنية السحرية وخلتها تروح الحفلة جابت لها فستان جديد وعملت لها الحزاء اللي كان مصنوع من زجاجة مشهور بالاضافة كمان انها خلت فيها عربية توديها ومعاها الحرس بتقعها وسندريلا بعد اما بتروح الحفلة والملك بيشوفها بيتجن بيها لدرجة ان هو بيش بيعايز يسيبها لكن هي بتضطر انها تجري منه بسبب ان السحر بتاعها هيخلص على الساعة 12 وهترجع لسندريلا اللي هدومها مقطعه ومتوسخة تاني واثناء ما هي بتجري بيوقع منها الحزاء بتاعها فالملك بياخده وبيديل واحد من الاتباع بتوعه وبيقول له انزل لفة على المدينة كلها لحد ما تلاقيلي اللي كانت بتلقص معي مبارح في الحفلة فعلا الاتباع بتوعه بيبترن ان هم يلفوا على البيوت لحد ما يوصلوا عند البيت بتاع سندريلا وبيلبسوا البنات الموجودة داخلها الاحذية ولكن ولا واحدة منهم الحزاء بيجي على مأسها امورة ابوها الشرنية بتكسر الحزاء ولكن سندريلا بيطلع معها الفردة التانية وبعدين الملك بقى بيتجوزها وبيعيشه في تبات ونبات تمام دي القصة اللي احنا سمعناها في الفيلم لكن بقى القصة الاصلية بتاع السندريلا حاجة تانية خالص القصة بتبتلي تعريب النفس البداية بتاعت الفيلم ان ابو سندريلا كان محتاج واحدة تحل محل امها ولما جاب لها الست اللي هو تجوزها دي كان بتعامل سندريلا اسوأ واوسخ معاملة وكان عندها اختين برضو ولكن الاختين دول في القصة كانوا اكثر جمالا شوية سندريلا كانت على طول عايشة جنب الموقد او اللي هي بتاع النار كان دائما يدومها متوسخة وكلها تراب موجودة على وشة وعلى جسمها عشان كده كان اسمها سندريلا لان الكلمة بتاعت سندريلا ديت في اللغة اللاتينية معناها التراب وده الاسم للاخوين جريم اللي هما كتبوا القصة ديت كانوا مسمينه لها يعني اسمها الحقيقية من السندريلا ومحدش يعرف اسمها الحقيقية اي اصلا سندريلا طبعا بسوق المعامدة اللي كانت بتتعرض لها في البيت كانت كل يوم بتروحها القبر بتعمها وكان فيه هناك شجرة كانت بترويها بدموعينها الشجرة بدأت انها تكبر وتكبر اكتر لحد ما باقت بيت بيسكونوا الطيور واتصحبت على الطيور اللي هما موجودين هناك دول ده برضو حاجة قريبة من الفيلم الاصلي عدت الايام ولفت ودارت لحد ما جي اليوم اللي الملك قال ان هو هيعمل فيه حفلة عشان يدور على واحدة يتجوزها ولكن بقى الاختلاف في القصة هنا ان الحفلة ما كانتش اليوم واحد دي كانت لي ثلاث ايام كاملين لكن طبعا سندريلا مش هتعرف تروح بسبب ان مرة تبقى هتعمل المستحيل عشان تمنحها ايه بقى اللي هيحصل عشان سندريلا تروحي الحفلة ده اللي اقولولك الفيديو الجاي ان شاء الله